اللي هو لما مثلا نلاقي في الضبطيات والشغل الهايي للقواتنا الأمنية تقبله في سيناء طبعا فمثلا إيه يقول لك؟ القبض على مثلا مدهمة أو قر الإرهابيين والقبض على عدد من الإرهابيين والتعامل مش عارفة مع كذا والمخدرات وضبط عدد كبير مثلا من المخدرات فبعوض أقول إيه؟ الناس دي بتقول لك قال الله وقال الرسول المفروض يعني وما طبعا منهمش علاقة بالدين ولا بالإسلام أصلا لا عندهم الغاية وبر الوسيل مفروض يعني أن هم جماعة بتوع ربنا المفروض ده المفروض في الكتب مخدرات إيه بقى دي؟ شوف أنا مع عشان كده بقول لحضراتك حاجة دائما فعلا مرتبطين بتهريب مخدرات والإتجار فيها هقول لحضراتك حاجة جماعة طالبان في أفغنستان الإنفاق الرئيسي منين همين؟ من الأفيون من الأفيون بجراعة المخدرات أنا عايز أقول لحضراتك حاجة إحنا بقت مشكلة طب إزاي؟ أفكار معقول لحضراتك حاجة عشان كده لما سيد رئيس الجمهورية وإحنا بتكلمش عشان نتكلم أن نعمل دعاء لحد لا ده كلام واقعي لما نتكلم على تطوير الخطاب الديني أن يكون يعني عايز أقول إيه يتمشى مع هذه الأفكار عشان يقول مش معنا أنك أنت دلوقتي في هدف معين تاجر في الممنوع ده صحيح مش عندنا في مصر لكن ممكن يكون في سينة برضو من الجماعات الارباية يعملوا هذا الكلام لكن في دول قائمة على التجارة الرئيسية لتجارة المقدرات وهم من يقولوا أن نحن إسلامين وهذا الموضوع مشكلة كبيرة جدا جدا سيبا حركة قلت سيفان ما عندهم الغاية تبرر وسيلة ده المبدأ للأسف فبالتالي ده أنا عايز أقول لحضراتك حاجة مهمة جدا في اليمن عشان إحنا ممسينا يجي اليمن وليبيا لسا عايزيني ونتكلم عن ليبيا اليمن الحمد لله عندنا قوات التحالف العربي واللي بتقوده الشقيقة المملكة العربية السعودية وأحدى الساتاءة كبيرة جدا جدا لكن بمنتهى الدقة طالما الحرب مستمرة يبقى امددات السلاح مستمرة قاعدة أي منطقة فيها استمرار عملات إرهابية وأسلحة متنوعة يعني أسلحة صغيرة وأسلحة صقيلة والدبابات وأسلحة وصواريخ باليستية يبقى كون الصواريخ أو الأسلحة دي المتنوعة موجودة يعني أن هناك مازالت إمدادات الأسلحة لهذا العنص الموجود من أين جاءت هذه الأسلحة من أين كنت أقول هذا الكلام اليمن تحديدا يا فندم دايما لها وضع خاص لأنه إيران تحس أنها أحد أهدفها الرئيسية والكبرى هي أن تبسط سيطرتها على اليمن وجماعات الحوثيين وما تفعلوا أن تستخدمهم كأداة بدون شك وجه ضرباتك للمملكة العربية السعودية وجه ضرباتك القادمة للبحرين فتت المنطقة اعمل كذا طيب ماذا عن دور جامعة الدول العربية في التعامل مع إيران ما هو إحنا برضو جامعة عريقة ولنا أدواتنا ونرى ملء الأعين ما تفعله إيران من تدخلات في المنطقة هقول لحضرك حاجة جامعة الدول العربية هي إيه؟ جامعة الدول العربية هي اتحاد الدول العربية هي 22 دول العربية بمعنى من يصدر القرار وأنا دائما نقولها في الإعلام من يصدر القرار الذي يرضي المواطن العربي يبقى دولته هي شركة فيه 22 دول العربية ممثل الدول تمام سواء على مستوى المندبين أو السادة الوزراء أو مستوى القمة والعكس بدون تفصيل صحيحة إذن أساسا الأداة التنفيذية لتنفيذ القرارات هي الإرادة السياسية بالدول العربية نفسها الجامعة الدول العربية اللي موجودة عندنا في القاهرة هي ليست الأداة التنفيذية لتنفيذ القرارات وبالتالي في مؤتمرات القمة أصدارة الجامعة العربية اللي 22 دولة زي ما اتفقنا بتجفيف منابع الإرهاب ورفضت بالنسبة للتدخل رفض تام التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لكل الدول العربية المشكلة الرئيسية في تهريب السلاح اللي بيتم لليمن لأنه هو ده اللي بيعمل السمرار التهريب يتم من أين؟ يتم من خلال أساسا من خلال منفذ أو من خلال ميناء الحديدة اليمني الموجود على البحر الأحمر لكن أنت علمي موقع استراتيجي طبعا ده هو اللي على البحر قوات التحالف حررت محافظات كثيرة ومدم كثيرة في اليمن وأنا سألت أحد اليمنيين المحترمين وجميع محترمين طبعا يعني إحنا بنقول إنهما ناس من القوات الشرعية لماذا؟ إيه المشكلة الرئيسية قال لي من كلام ده من حوالي سنة قال لي المشكلة الرئيسية أن ميناء الحديدة أن هناك تحذيرات أمريكية من اقتراب قوات التحالف من هذا الميناء فمعنى ذلك أن عدم اقتراب قوات التحالف من ميناء الحديدة يعني يريدوا استمرار إمدادات الأسلحة المعربة إلى داخل اليمن وبالتالي يريدوا استمرار الحلب في اليمن كما هي موجودة عليه لأن فاتورة السلاح اللي بيتم بيعه مستمرة بهذا الموضوع إذا المصالح حم شغالة ولذلك شفنا الأم المتحدة من حوالي شهر روز أو شهرين عندما قامت قوات التحالف بمهاجمة محافظة الحديدة حذرتها منين؟ هي سابتة في هذه الكلام هي وأمريكا والغرب من العوامل الإنسانية أو نحن الإنسانية يا فندم احنا كل فترة في اليمن ما بين كوليرا بتروحوا تيجي وبتزيدوا وبتتفشى فتصبحوا في وباء لحالات إنسانية كثيرة جدا لأمراض وأوبئة برد لا ده أنا عايزة أقول لي يا رزيزيزة مين أنا عايزة أقول لحضرتك والموضوع مش موضوع الكوليرا أنا أعزة أقول ليه إن هم بيحذروها هم بيحذروا كأنهم بيقولوا ما تهجموش ميناء الحديدة عشان يظل منفذ للتهريب السلاح خلتبها لحضرتك من الموضوع بقى فطرى ما فيه تهريب سلاح مستمر إذن الحوسي مستمر إذن القتال مستمر إذن مبيعات السلاح الغربية والأمريكية يعني يا فندم كل اللي بيحصل في اليمن ده أنا بقول حرك إنه حرك كمان عشان ذكرت موضوع النواحي الإنسانية برضو بقول حرك إنه الأوضاع الإنسانية مؤسفة جدا هناك كل اللي بيحصل في اليمن وما وصلت إليه اليوم كل ده عشان أخلي تجارة السلاح مستمر آه طبعا مصالح الدول شغالة اقتصاد الدول شغالة هم يوجهوا الاقتصاد ده يا فندم لحاجات تانية لا 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 يفتحوا مصانع أدوية نتمنى الموضوع نتمنى ما كانش يبقى فيه أقول لحضرتك طب الناحية الإنسانية إحنا لما نشوف دلوقتي وسوريا دلوقتي بتحاول تحرر إدلب نفس التعبير بالزبط الأمم المتحدة وأمريكا والغرب أوروبا نحذرهم من مهاجمة إدلب للنواحي الإنسانية أصبحت المكان اللي مش مطلوب أن الجيش الوطني في كل دولة يهاجم المنطقة المفروضة يتواجد فيها الجماعات الإرهابية أو المنطقة المطلوبة بيدعمهم دايما يقول عاملات الإنسانية وأنا أعتقد وأنا بقولها من دلوقتي في البرنامج وحضرتك هيتجهز من دلوقتي صور الأطفال المحروقين وهيتجهز من دلوقتي السيدات النحيب والبكاء على الأسرة وهيتسجل من دلوقتي الناس اللي بتطلع من تحت الإنقاط بيتجهزوا من دلوقتي عشان عندما يتم الهجوم على إدلب يتم يقول إن دلوقتي قدت نواحي الإنسانية يتم يقول إن دلوقتي قدت نواحي الإنسانية